اشتركوا في القناة ومن بعدها نتعرف على قانون حساب المجال ونحل تطبيقات ومسائل عليه القوة الكهربائية عزيزي الطالب تشبه قوة التجاذب الكتلي حسب قانون نيوتن في الجذب العام بحيث انها تتناسب عكسيا مع مربع المسافة ما بين الجسمين النقطيين المشحونين وتتناسب طرديا مع مقدار شحنة كل منهما واذا نظرنا لتفسير العالم فرادي لوجود القوة الكهربائية ما بين الجسمين نجد بان الجسم الاول المشحون يغير بشكل ما خصائص الوسط المحيط به فيستشعر الجسم الثاني به هذا التغير الناتج في الوسط المحيط سيتأثر الجسم به بقوة نتيجة التغيرات الناتجة عن خصائص الوسط ويطلق على تغير خاصية الوسط اسم المجال الكهربائي فالمنطقة المحيطة بالجسم المشحون وتظهر بها اعثار القوة الكهربائية لهذا الجسم تسمى المجال الكهربائي نفس ما احنا عندنا المجال الجاذبية الارضية ونفس ما عندنا مجال مغناطيسي عندي الان مجال كهربائي يمكن للقوة التي تؤثر بهالمجالات ان تبذل شغل فيحدث انتقال للطاقة من المجال الى جسم اخر وهذا يحدث عند استخدام تليفونيك او الموبايل او التلفزيون وغيرها في دراسة المجال نفهم ان هذا المجال نعبر عن شدته بمقدار القوة المؤثرة في الشحنة مقسوما على مقدار هذه الشحنة يعني اذا معاك شحنة كيو تخضع لقوة هذه الشحنة لما تخضع لقوة ونقسمها على قيمة الشحنة المتأثرة بالقوة عزيزي طالب وليس المؤثرة الشحنة المتأثرة بالقوة هذه النسبة ما بين القوة الى الشحنة وارجوك تنتبه وتركز هذه الكيو هي الشحنة المتأثرة بقوة المجال وليست المؤثرة فتعطيني هذه النسبة قيمة المجال الكهربائي ولو شفت وحدة قياس المجال بنستنتج هذه الوحدة من خلال فهم الوحدات الاخرى اللي معانا هذه الوحدة ستكون القوة نيوتن لكيو وحداتها كولوم فتكون وحدة القياس نيوتن على كولوم وبالتالي يكون من خلال تعويضنا لقانون كولوم هذه الاف بقيمتها الحسابية كي كيو الاولى في الكيو الثانية على الار تربيع هذه الكيو صاحبة المجال عطيناها رمز كيو كابتل عشان نمييزها عن الكيو الخاضعة لقوة المجال مقسومة على الار تربيع هذه مسافة ار أو هذه مسافة ار هذه الاف إذا عوضناها في قانون المجال وقسمنا على الكيو لاحظ بتختصر الكيو مع الكيو لفوق فيبقى لدينا في صورة المجال أن قيمة المجال هي كيف في الكيو على ار تربيع هذه الكيو اللي تظهر في البست هي الشحنة صاحبة المجال وليست المتأثرة بقوة المجال واضح عزيزي الطالب أما اللي كانت في الصيغة الأولى هذه الكيو اللي في الصيغة الأولى هي الشحنة المتأثرة بالمجال هذه الشحنة المتأثرة بقوة المجال أما إذا كانت بعد ما عوضنا الاف بقانون كولوم وصلنا لصيغة جديدة أن المجال يساوي KQ على R تربيع هذا K هو ثابت نفاذية الوسط وقلنا للهواء أو الفراغ 9 في 10 أو 9 ويعطيك إياها أوردي يعني الثوابت كلها بتكون جاهزة معاك هذه الكيو هي الشحنة صاحبة المجال وR تربيع بعد النقطة عن الشحنة صاحبة المجال في ملاحظاتنا عزيز الطالب اللي بتركز لي عليها وتثبتها في ذهنك دائماً هذا القانون بيحسب لي مقدار المجال الماغنيتيود إذن اتجاه المجال إيش نوم بيتحدد يكون اتجاه المجال بنفس اتجاه القوة المؤثرة على شحنة اختبار وإش نوعها موجبة دائماً وين القوة تود الشحنة الاختبارية بيكون هو اتجاه المجال أما مقدار المجال فيعطى بهذا القانون شدة هذا المجال تقاس بوحدة مثل ما استنتجت أنا ونتو نيوتن لكالكولوم ويتم إيجاد المجال الناتج عن كل شحنة ثم تجمع المجالات إذا كان عندنا مجالات متعددة اي وان اي تو اي ثري بنوجد حسابياً قيمة الأول والثاني والثالث ثم نوجد محصلتها اتجاهياً حسب قوانين المحصلة اللي اتدربنا عليهم سابقاً من المسائل عزيزي الطالب لتوضيح تطبيقنا لمفهوم المجال معطيني بسؤالي شحنة سالبة قيمتها تو بونت وين في عشرة سالبة ثلاثة كلهم إذن هذه شحنة وضعناها داخل المجال وتأثرت بقوة إذن هذه F هذه شحنة متأثرة Q مدامنا شحنة متأثرة تذكر الصورة الرياضية اللي خذناها بقوة F تتأثر مطلوب مقدار واتجاه المجال عند موقع الشحنة انتبه اتجاه المجال هذه شحنة موجبة ستخضع لقوة داخل المجال اللي معانا مدام هذه القوة اللي أثرت فيها بقوة نحو اليمين الشحنة اللي معانا عزيزي الطالب في السؤال موجبة ولذلك هذه شحنة موجبة تحركت لليمين سيكون اتجاه المجال الكهربائي بنفس اتجاه القوة نحو اليمين لانها شحنة معاي موجبة المقدار الان في التدريب التالي طالب علينا سؤالنا شدة المجال عنده نقطة بتبعد ثلاثين سنتمتر اذا عزيزي الطالب عطالك البعد R والوحدة سنتمتر اذا بنقسم على مئة تصبح قيمة R هي 0.3 متر هذه الR صارت معي جاهزة هذه القيمة لمسافة او البعد اللي مطلوب علينا على يمين كرة شحناتها السالب 4 في 10 سالب 6 هذه الشحنة المركزية صاحبة المجال طيب المجال مطلوب عندي في هذه النقطة اللي تبعد للمسافة لذلك بطبق في قانون المجال بانه يساوي K في Q على R تربيع انتبه هذه الQ اللي تظهر بذيء الصورة هي الشحنة صاحبة المجال وبالتالي نعوذ ارقامنا الكي ثاب تقييماتها 9 في 10.9 الQ صاحبة المجال هذه هي وانتبه عزيزي الطالب هنا سالبة بس في القانون اخذت القيمة المطلقة المقدار ما للشحنة لانه الاتجاهات بنحددها باشارة نوع الشحنة والR.3 تربيع فتصبح لنا شدة المجال 4 في 10 5 نيوتن على كولوم وبالتالي سيكون اتجاه المجال نحو اتجاه الكرة لانها سالبة فقوة لمؤثرة في الشحنة الموجبة هي تجاذب واتجاه القوة سيكون هو نفس اتجاه المجال او يسارا اتجاه المجال في التدريب التالي يوضح لك ارتباط الوزن كقوة مؤثرة في الاجسام دائما الوزن نحو الاسفل ويحسب بقانون M في G وزن اي جسم كتلة مادية M في G كرة البيلسان انا معطيك وزنها وزن الكرة هو عبارة عن الMG كاملة وليس كتلة كرة انا معطيك وزن هذا الوزن بقيمة 2.1 في 10.3 نيوتن واتجاه الوزن دائما عزيزي الطالب تذكر نحو الاسفل نحو مركز الارض وضعت بمجال شدة هذا المجال الكهربائي يعني 6.5 10.4 نيوتن على كلهم ومتجه رأسيا الى الاسفل اذا لاحظ انه هذا المجال الكهربائي مؤثر في الكرة موالاتنا الاسفل هذا المجال طيب الكرة اللي معاي الان مطلوب علي ما مقدار وما نوع الشحنة التي يجب ان تضع على الكرة بحيث توازن القوة الكهربائية المؤثرة قوة الجاذبية الارضية لتبقى الكرة معلقة في المجال معلقة يعني في حالة اتزان وانت عزيز الطالب درست في فيزي اثنين ان شرط الاتزان محصلة القوة المؤثرة تساوي صف صحيح علشان تكون محصلة القوة تساوي صف اذا عندي قوة الجاذبية اف جي للأسفل اجباري اقابلها للاعلى قوة كهربائية من المجال الكهربائي ويجب ان تكون القوتان متساويتان في المقدار ومتعاكستان في التجاه فتصبح محصلاتهم صف يعني ان الكرة في حالة اتزان طيب بما انه القوة الكهربائية للأعلى والمجال للأسفل اذا ما نوع الشحنة المفترض تخضع لهذه القوة قوة بعكس اتجاه المجال يجب ان تكون شحنة فعلا سالبة وبالتالي هو سألني عن مقرار الشحنة ونوعها فاستنتجنا قيمة الشحنة ونوعها بانه نوع سالبة هذا التوازن اللي قلت لك شرط الاتزان عندي لما تكون القوة الكهربائية للأعلى تساوي الام جي للأسفل هذا ينتج لي بان القوة الكلية تساوي صفر لما يكون القوتين متساويتين وبالتالي لما بنعوض قيمة كيو من هذه المعادلة اللي معاك نجد ان الكيو هي قيمة الام جي مقسومة على الاي بنقسم الطرفين على اي فتساوي لنا 2.1 في عشر صلب ثلاث هذا اللي هو الوزن كامل يعني الام جي كاملة اي قيماتها المجال المؤثر 6.5 فتكون قيمة كيو الشحنة المطلوبة على هذه الكرة 3.2 في عشر صلب ثمانية كولوم ولاحظ عزيزي الطالب ان الشحنة تكون سالبة في النوع لماذا؟ حتى تكون القوة باتجاه معاكس للمجال اما الشحنة الموجبة تكون القوة بنفس اتجاه المجال في المزألة التالية معطيك عزيزي الطالب شحنتان بقيمة 1.5 كولوم كيو وماينس 1.5 كولوم كيو لاحظ شحنة موجبة وشحنة سالبة وهذه الكرات وضعت على رأس مثلث متساوي الاضلاع اذا هذا وهذا وهذا اضلاع متساوية لذلك الزوايا ستكون بقيمة 60 درجة لكل رأس طول ظلع المثلث عطيتك عزيزي الطالب المسافة 30 سنتيمتر وبالتالي اذا قسمناها على المئة او تحولت الى متر نجد انه قيمة ار او البعد عن الشحنة 0.3 متر ما شدة المجال المحصل النادج عن الشحنتين عند نقطة البي لاحظ به هي في رأس المثلث هذه المسافة عندنا اوكي معروفة 0.3 متر وهذه المسافة ايضا 0.3 متر اذا النقطة بي ابي اعرف المجال الكلي المؤثر عليها سنجد انه عند نقطة البي هناك مجالين اثنين كل شحنة تنتج مجال الشحنة الاولى الموجبة ستعطي مجال عند البي مبتعد عنها بهذا الاتجاه الشحنة الثانية كيو تو سالبة بتعطي مجال نحو الشحنة اي تو اذا لاحظ هذه المجالين وهما مجالان مائلان بنحسب الان مقدار المجال الاول المجال الاول كقانون كيو على ار تربيع هاي الكي معنا والكيو الاولى معنا والار تربيع عطتني هاي القيمة المجال الثاني كي في كيو على ار تربيع نفس القيمة لانه انا اخذت القيمة المطلقة للحالتين كم اقدار ولكن الاختلاف عندي انه هذه القوة الاولى بهذا الاتجاه القوة الثانية بهذا الاتجاه اذا الان عزيز الطالب بنرجع لما تعلمنا في الفيزياء اثنين عن محصلة متجهات ما الى في بعدين وبالتالي تجد بانه القانون الانسب هو قانون جيب التمام اللي تعلمته سابقا قانون جيب التمام يعطيني ان المحصلة الريزلتانت اي ار سمناها هي متجهة الاول تربيع زائد الثاني تربيع ناقص اثنين في الاول في الثاني في كوساين الزاوية اللي بين المتجهين المرتبين دوريا هيد تو تيل فالمتجه الاي تو اذا حولت مكانه الى ذي الصوب تجد بانه هذه الثاتة هي اللي جاية في الترتيب الدوري هيد تو تيل وبالتالي بتعويض قيمة الكوساين لاحظ اني دخلت كوساين ستين لانه هي رأس مثلث متساوي اضلاع هذه العملية الرياضية بالكالكوليتر عجز الطالب تجد ان الريزولتنت فيلد قيمة وان في 10 أس 5 نيوتن على كولوم وهنا الاتجاه يحدد بين خلال قانون الصين وكلكوا تعلمتوا قانون الصين في الفيزياء 2 وانطبق قانون الصين هذا اللي معانا لتحديد زاوية الاتجاه اللي امامنا دلتا وعطينا قيماتها بستين درجة من حيث تمثيل المجال مهم جدا عزيز الطالب فهمك إلى طريقتنا في تمثيل المجالات فالمجال يمثل بخطوط تسمى خطوط القوة الكهربائية او خطوط المجال كل خط يمثل مسار لشحنة اختبار موجبة وصغيرة لاحظ صفات الشحنة الاختبارية هذا الشرط الاول موجبة والشرط ثاني صغيرة مو بس صغيرة ترى صغيرة جدا هذا التوضيح يعطيك اشارة للمسافات الفاصلة بين خطوط المجال لتدلك على قوة وشدة المجال فالمسافات الفاصلة ما بين خطوط المجال تدل على شدة المجال كل ما كانت هذه الخطوط متقاربة كان المجال قوي يعني عزيز الطالب لو عطيت لك رسمة وسويت لك عندي هذه رسمة مجال كهربائي سميته E1 وسويت لك هنا رسمة اخرى لمجال اخر المجال المجال الآخر بسميه E2 هذا المجال الثاني E2 لاحظ حتى لو عدد الخطوط في E1 سير اكثر عددها ما يهمني عدد الخطوط احنا اهتمامنا بالدنسيتي او كثافة الخطوط تزحمها وين كثافة اعلى E1 ولا E2 قاعد تشوف عزيزي الطالب اوكي صحيح ابدعت هذه E2 كثافة اعلى يعني مجال اقوى وبالتالي هذا المقصود بملاحظتي الاولى ان المسافات الفاصلة بين خطوط المجال تشير لشدة المجال فكلما كانت الخطوط متقاربة يكون المجال قوي وكلما تبعدت يصبح المجال ضعيف يكون دائما عزيزي الطالب اتجاه المجال عند اي نقطة هو باتجاه المماس المرسوم على خط المجال يعني لو افترضت انه كان عندي مجال بهذا الشكل هذا مجال كهربائي طيب لو انا قلتلك ابي اتجاه المجال عنده نقطة A و ابي اتجاه المجال عنده نقطة B و اتجاه المجال عنده نقطة C سيكون اتجاه المجال عنده نقطة A هو باتجاه المماس هذا هو المجال at point A هذه B المجال بيكون شديد صغير هذا اتجاه المجال at point B عنده C بيكون المجال بهذا الاتجاه at point C هذا المقصود بان اتجاه المجال عند اي نقطة هو اتجاه المماس لها هذا لما يكون عندي مجال منحني وخطوط المجال الكهربائي عزيز الطالب هي خطوط وهمية يعني بشكل حقيقي وصدي احنا ما بنشوف هذه الخطوط ترى هي خطوط وهمية وهذه الخطوط وسيلة لتقديم نماذج للمجال الكهربائي ومن اهم صفاتها انها لا تتقاطع يعني اذا كان عندنا هذا خط مجال وهذا خط مجال ثاني هذه وضع مقبول لان ما يكون عندك هنا خط مجال اول وتقاطع مع خط مجال ثاني هذه الصيغة مرفوضة لانه كتعليل ليش لانه عند نقطة التقاطع اذا طلعت نقطة التقاطع ستجد بانه نقطة التقاطع صار في اتجاه اول للمجال وبعد في اتجاه ثاني زين صار المجال له اتجاهين وهذا مرفوض المجال الكهربائي عند النقطة الواحدة له اتجاه واحد ومقدار واحد هذا تعليلنا ليش انه هذه الخطوط لا يمكن تتقاطع في تمثيلنا للمجال عزيز الطالب قلنا بانه اتجاه القوة المؤثرة في شحنة اختبارية نوعها موجبة دائما التستينج شارج تكون بنوع موجب هذا على مستوى العالم شيء متفق عليه في البحرين في امريكا فرنسا وين ما كنت بتدرس دائما شحنة اختبارية تجد انها موجبة وهذه الاتجاهات اذا كانت باتجاه الشحنة الموجبة مبتعدا عنها اما اذا كانت لشحنة سالبة سنجد ان خطوط المجال متجهة الى داخل الشحنة يعني لاحظ هذه الشحناتنا صاحبة المجال موجبة طب حط لنا الشحنة الاختبارية هني الاختبارية قلنا دائما واش موجبة طب الموجبة هذي والموجبة دي بتتنافر اذا هذا اتجاه المجال مبتعد عنها هنا خلي الشحنة الاختبارية هناك بتبتعد عنها هنا خلي الشحنة الاختبارية بتبتعد عنها السالبة هناك شحنة صاحبة مجال اذا وضعنا الشحنة الاختبارية فوق بتنجذب اليها اذا وضعنا الاختبارية هني لانه الاختبارية دائما موجبة ستنجذب إلى الشحنة السالبة وبالتالي هو قاعدة أن يكون باتجاه الخط الداخل إليها فقط هذا للشحنة السالبة أما الموجبة سيكون باتجاه الخط الخارج منها يعني فعليا نحن بنسميهم sink and drain مصرف ومنفذ للخطوط ويكون المجال الناتج عن شحنتين أو ثلاث أو أربعة هو محصلة اتجاهات أو محصلة متجاهات E1 و E2 و E3 وبالتالي سيكون هناك أنماط متعددة للمجالات حسب ما ترى في الشكل هذه الشحنة أولى وثانية وثالثة دائما المجال خارج من الموجب داخل إلى السالب خارج من الموجب داخل إلى السالب وبالتالي أنماط المجالات بتختلف حسب مواقع الشحنات عزيز الطالب في كتابكم عرض لنا عن جهاز شهير وشفتوه في التلفزيون أتوقع أكثر من مرة بما يسمى مولد فانديغراف هذا المولد يولد كهرباء ساكنة بفولتية عالية فولتية يعني بجهد عالي وطريقة عمل فانديغراف أو مولد فانديغراف أنه ينقل كميات كبيرة من الشحنة إلى هذا الجزء المحدد من الآلة في الطرف العلوي وهذا جزء في لزي على فكرة إذا لامزت هذا الجزء كشخص متعامل مع الجهاز بتنتقل الشحنات إلى جسمك ويصبح شعرك مشحون بشحنات متشابهة طيب الشحنات المتشابهة تولد أو تنتج قوة تنافر فيحدث تنافر للشعر كما ترى وهي تشفتوه في مستربين على فكرة في حلقة من مستربين كان مرة عارضها وهذا التنافر في الشعر يحدث نتيجة الشحنات المتشابهة التي انتقلت إلى شعر الشخص في تمثيلنا للمجال عزيز الطالب في طرق أخرى لتمثيل المجال عن طريق استخدام بذور الأعشاب في سائل عازل فالقوة المؤثرة تسبب دوران هذه البذور لتصطف باتجاه المجال وتشكل نمط لخطوط المجال كما يبدو واضحا أمامك في هذه الصورة على اليمين ولاحظ عزيز الطالب هنا في تنافر بين خطوط المجال وهذا يقودك إلى فهم أن الشحنات الممثلة في الشكل متشابهة أما إذا كانت الشحنات مختلفة سيكون المجال خارجا من إحدى وداخل في الأخرى فهذه شحنات مختلفة إذن هناك على يمينك شحنات متشابهة هذا نمط خطوط المجال الناتج معك ونتابع في تمثيل المجال عزيز الطالب إذا رأيت نقطة انعدام للمجال صفر يعني المجال عندها تسمى neutral point neutral يعني متعادلة نقطة تعادل ولذلك نعرف نقطة التعادل بأنها النقطة التي ينعدم عندها المجال الكهربائي بحيث مدام المجال صفر لو جبنا أي شحنة في هذه النقطة ستكون القوة المؤثرة عليها أيضا صفر لأنه عزيز الطالب احنا اتفقنا بأن المجال يساوي F على Q أنت كخبير في الرياضيات إذا سويت طرفين في وسطين ستجد بأنه F وش القانون اللي يعطينا F القانون أنه F تساوي Q في الإي الشحنة في المجال المؤثر طيب إذا الإي صفر معناته لQ لو قيمتها مليون ستكون القوة الناتجة صفر هذا بالنسبة لمفهوم نقطة التعادل في سؤالي أمامك عزيزي شلون أحدد أي من الشحنات موجب وأيها سالب في هذا السؤال يعني لو عطيتك أنا هاي شكل شحنة مجهولة هذه شحنة مجهولة وقلت لك ترى يا عزيز الطالب هذه الشحنة ينتج مجال حولها بهذا الاتجاه طيب ما نوع الشحنة المجهولة اللي أمامك إذن عزيز الطالب طيب شحنة قاعد يدخل إليها خطوط المجال خطوط المجال تعني القوة المؤثرة على شحنة اختبارية موجبة يعني معناتي إذا حطيت شحنة اختبار موجبة بتروح كذي إذا هني الشحنة الاقتبارية الموجبة راحة كذي إذا ما نوع الشحنة هذه إجبار تقول لي إنها شحنة سالبة برافو عليك هذه الشحنة السالبة عرفناها من خلال فهمي لخطوط المجال الآن في سؤالنا الثاني طالب مني أكمل الشكل بوضع الشحنات في أماكنها الصحيحة لما يقول لي وضع الشحنات يعني عندي شحنة موجبة وشحنة سالبة نشوف في مخططاتنا وين بنوضع كل شحنة من هذه الشحنات هذا الشكل اللي أمامك لاحظ عزيزي هذه الشحنة الخطوط خارجة منها إذن إجباري شنو أستنتج إن نوع الشحنة هنا بتكون موجبة برافو هنا شحنة خطوط المجال داخلة عليها إذن بس تنتج إنه هذه الشحنة يجب أن تكون سالبة برافو الأمامي شحنة مفردة خطوط المجال خارجة منها out مصدر إذن شحنة نوعها موجبة أبداع والشحنة الأخرى التي تليها خطوط المجال داخلة إليها كشحنة مفردة فتكون الشحنة أمامي سالبة في سؤال التالي مطلوب رسم خطوط المجال بالحالات التالية شحنتين موجبتين عندي مدام موجبات عزيزي الطالب تذكر خطوط المجال خارجة منها it's a source تعتبر مصدر للمجال مدام منها source يعني الخطوط للخارج وانتبه ممنوع تتقاطع خطوط المجال ممنوع يصير تقاطع ولهذا في ذي المنطقة المجال يعتبر صفر لأنها نقطة تعادل في الشكل التالي أمامي شحنتين سالبتين بنفس المقدار أيضا الخطوط إلى الداخل وفي الوسط هنا ما في خطوط صفر نقطة تعادل والشحنات المختلفة هنا ما في تعادل في الداخل بينهم يكون الخطوط خارجة من الموجب وداخلها إلى السالب كما تعلمت عزيزي الطالب سؤالنا عن شحنتين وغطيتين كما في الشكل اللي أمامك عطاني المسافة ما بينهم 6 سنتمتر المسافة قلنا R وبما إنها سنتمتر أقسم على 100 فتصبح 0.06 متر هذا جزء مهم يتحول المسافة إلى المتر طالب مني شدة المجال إيه وين في منتصف المسافة في المنتصف هنا طيب منتصف المسافة بين الشحنتين طيب ما دام المسافة بين الشحنتين 6 سنتي إذن منتصف المسافة 3 سنتي من كل جهة وبالتالي R عن الشحنة الأولى والR عن الشحنة الثانية نفس المسافة 3 سنتي بنقسم على 100.03 فنجد إنه في هذا نقطة اللي بالمنتصف أمامنا مجالين هذه Q1 سالبة بتعطي مجال نحو الشحنة لليمين هذا E1 طيب Q2 سالبة بتعطي مجال داخل عليها هذه لليسار QE2 لاحظ إنه هذين المجالين سيكون لهم قيمة نحسب الأولى بقانون K Q1 على R تربيع هذا قيماتها والE2 نحسب بنفس القانون نفس القانون يطبق على E2 نفس المقدار نفس المقدار لكن الفرق إنه E1 نحو اليمين الاتجاه والE2 نحو اليسار لأنه عزيز الطالب ترى المجال الكهربائي كمية متجهة له مقدار وله اتجاه فمقداراً المجالين متساويين اتجاهاً متعاكسين لذلك بتستنتج أنه المحصلة للمجالين اثنيناتهم عزيز الطالب تساوي صفر لأنه واحد منهم بالاتجاه الموجب والآخر بالاتجاه السالب فبتكون المحصلة الكلية صفر وتسمى هذه النقطة بنقطة تعادل neutral point في تدريبنا التالي سؤال عن الخاصيتان اللتان يجب أن يكونان متوفران في الشحنة الاختبارية شحنة الاختبار شنو مواصفات عزيز الطالب أولاً ما نوع هذا الشحنة الاختبارية قلنا صحيح شحنة موجبة ثانياً الصفة الثانية لهذه الشحنة الاختبارية أن يكون مقدارها صغير جداً بعد مو صغير ليش حتى تتأثر بالشحنة ولا تؤثر هي يعني هذا يبنى شحنة اختبارية كبيرة ستؤثر هي في الشحنة اللي ندرسها مو بي تتأثر بالشحنة اللي ندرسها طب شلون نحدد اتجاه المجال الكهربائي وهذا شرحناه أثناء العرض اللي عرضتلكم اليوم اتجاه المجال اتجاه المجال ذكرناه هو اتجاه القوة التي ستؤثر في الشحنة الاختبارية الموجبة وهو دائماً نحو داخل الجسم السالب وخارج من الجسم الموجب زين شلون نستنتج شدة المجال من خلال شكل خطوط المجال وهذه رسمت لكم رسمة وحطينا سؤال عليها إذا خطوط متباعدة أو متقاربة فقلنا كل ما تقاربت خطوط المجال تزداد شدة المجال ما الذي يحدث لشدة المجال إذا نقصت شحنة الاختبار يعني بدل شحنة اختبار مثلاً 0.5 حطينا شحنة اختبار 0.005 هل المجال يتغير بشيء؟ لن يتغير شيء لأن المجال الكهربائي يعتمد على الشحنة صاحبة المجال بينما الشحنة الاختبارية أصلاً حذفناها في المعادلة طارت الشحنة الاختبارية لو قيمتها نص ولا مليون بتختصر ولن يكون لها تأثير في شدة المجال في سؤالنا التالي نظرياً عزيز الطالب الكرات ZY ثابتين في مكانهم ZY مشحونات هذه موجبة وهذه سالبة الكرة X هذه هي المسموح لها تتحرك هي التارغت مولنا طيب هي حرة الحركة X أي مسار ستسلك الكرة X فبقول ترى هذه الكرة X بتخضع لجم قوة كما ترى أمامك بتخضع لقوتين هي موجبة هذه الY موجبة ستؤثر فيها بقوة بهذا الاتجاه هذه الF اللي من Y تؤثر في X هذه Z سالبة زين وشحنة X موجبة ستخضع لقوة بهذا الاتجاه هذه الF from Z to X طيب هذين القوتين عزيز الطالب كما درست في في زي 2 وش محصلت القوتين اللي أمامك أكيد رح تشوف أنه هذه الFY X بتتفكك إلى FX وFY هذه ZX بتتفكك إلى X and Y هذين مركبات الY بيكنسلوا بعضهم ويتبقى لدينا مركبة X الأولى ومركبة X الثانية فسيكون الاتجاه المحصل هو باتجاه C لأنها تتأثر بقوة موضحة بالشكل اللي أمامك B و D كما هو واضح أمامكم على الرسم عزيز الطالب هذا الشكل اللي أمامك علشان تكون الصورة واضحة نجد أنه D ناتجة من شحنة A والB قوة الناتجة عن Z فمحصلتهم هي C في شكل اللي أمامي كرتين بنفس المقدار مشحونتين هذا الشحنة عند Y نفس الشحنة عن Z طيب ما رمز السهم أو المتجهة الذي يمثل متجه المحصلة في هذه النقطة لاحظ عزيز الطالب إذا سألت نفسك هذه النقطة كم مجال كهربائي عندي بتقول عندي مجالين طيب هذه Z سالبة إذن بتعطيني مجال نحو اليمين سمي E أو Z طيب هذا ال-Y موجبة بتعطي مجال لأي اتجاه في نقطة D مبتعد عنها إذن بتعطيني بهذا الاتجاه E أوف واي بس لاحظ E أوف واي أكبر من E أوف زد ليش؟ لأنه صير على مسافة أقرب مع أنه الشحنات متساوية بس هذه مسافة أقرب فيكون طيب المجال المحصل الكلي مجال مجالين بنفس الاتجاه إذن المحصلة عزيز الطالب ستكون بنفس اتجاه المتجاه C هو محصلة المجالات الناتجة هذا الشكل اللي أمامك نفس السابق الشكل السابق كرتين مشحونتين بنفس المقدار ولكن هنا مختلفات في الإشارة متشابهات في الإشارة قبل كانوا مختلفات هذه سالبة وهذه سالبة طيب مجال الأولى زد رح نرسم مجال الأولى زد داخل إليها لأنها سالبة هذا مجال الزد طيب هذه الواي عندها مجال طيب منه أقوى وأكبر عزيز الطالب مجال الواي عندها النقطة ولا مجال زد طبعا مجال الواي أكبر ليش لأنها الواي صار على مسافة أقرب فيكون الـ ي عنده الأكبر بما أنه متجهين متعاكسين بالاتجاه إذن محصلتهم ستكون باتجاه الأكبر ولذلك تتوقع عزيز الطالب أن يكون هذا هو اتجاه المحصلة وبالتالي في إجابتنا ستكون فعلا باتجاه المتجه F لأنه الـ EY صار هذا الـ EY أكبر من متجه الـ E Z مطلوب عندك رسم الآن بس بشرط أن يكون عدد خطوط المجال عزيز الطالب متناسبا مع مقدار الشحنة يعني الـ Q بتكون عدد خطوطها أقل من 2Q و 2Q عدد خطوطها أقل من 5Q كل ما زاد بقدار الشحنة بزيد عدد الخطوط لذلك أولا مجال ينتج عن الشحنة minus 1 ميكرو كولوم ثم موجب 1 ميكرو كولوم ثم موجب 2 ميكرو كولوم لاحظ الـ 1 ميكرو كولوم بالسالب أنا افترضنا أنه منثلناها بأربعة خطوط مثلا لأنه هي خطوط وهمية خذعي عدد تبي أربع خطوط خمسة الـ 6 اللي تبي الآن الموجب 1 ميكرو نفس العدد بما أنه 1 ميكرو وهي 1 ميكرو نفس عدد الخطوط الفرق بالاتجاهات الموجب خطوطه للخارج والسالب خطوطه للداخل طيب شحنة 2 ميكرو كولوم يعني قيمة الشحنة تضاعفت فعدد الخطوط لاحظ عزيزي كانوا هناك أربع خطوط هنا صاروا ثمن خطوط ولو عطاني 3 ميكرو كولوم بنضاعف 3 أضعاف 12 خط بيكون وهكذا وصلنا نهاية الدرس عزيزي الطالب أتمنى الفائدة للجميع والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر